السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل طريقة حلوة و وصفة جميلة جدا و محتاجينها بالزيت الليمون دول ربنا يعديها على خير طريقة عمل العيش طبعا ده منحتاجه على طول فانا دلوقتي هعمله بطريقة سهلة وبسيطة عندي خل وعندي زيت وعندي كوباية مية دافية وخميرة وهنا خميرة وسكر وملح وعندي نصف كيلو دقيقة عايزة تعملي كمية كبيرة براحتك خالص فانا هجيب المية الدافية على الخميرة و معلقة السكر وهدوبها جدا طبعا دي خميرة كبيرة جايبها من الفرنة لو انت حابة تحطي خميرة الفورية ما فيش مشكلة هدوبها جامد جدا و هغطيها و دلوقتي هحط معلقتين خل في قلب الدقيق و معلقتين من الزيت مش كتير طبعا معلقتين هحط الخميرة هحط الخميرة هخلطها مع الدية كويس جدا و هنزل كوباية المية شوية شوية زي ما انتم عارفين ان ممكن الكمية الدية اللي معايا تاخد كمية كبيرة من المية يعني ممكن تحطي تاخد كوباية المية او اكتر كوباية المية هنخلط الكم جدا و لو احتاج مية هنض prod احنا كده خلصنا كوباية المية الدافية كده انا هزود كمية المية معاية هاخد تاني هجيب كباية مية وهشوف كده انا زودت ربع كباية مية على الكباية اللي احنا حطناها فالديق شرب مية يعني زودت ربع كباية بيت بالشكل ده دلوقتي انا هحط اللي نزلت دي في قلب الرخيمة وهنزل العجينة على الرخيمة وهنفضل بقى ايه نعجن العجينة كويس جدا بالشكل ده عشان انا كده بغدم العجينة وبتبقى نكحة معي بنفس الطريقة دي ما تمليش ولا تزاقي وانت بتعمليها فدي ضرورية جدا زي ما انتو شايفين كده هافضل راحة جاية زي ما انتو شايفين كده هافضل راحة جاية بالعجينة لحد ما تنعم معي خالص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهتبلي ايدك من الدي بالطريقة دية زي ما انتو شايفين كده انا على فكرة عملت العيش ده قبل كده بس بالردة عملنا بالردة ان شاء الله باذن الله هنزله لكم في صندوق الوصف لو حابة تعملي الطريقة دي او الطريقة التانية فالطريقتين الصراحة كانت العجينة نكحة معايا جدا فان شاء الله باذن الله هنزل لكم الطريقة في صندوق الوصف وهتعجبكم كده انا هنخلص الكمية كلها كده زي ما انتو شايفين بالطريقة دية كده انا خلصت الطريقة وغطيتها شوية عشان تريح ودلوقتي هنبتدي نفرد العجينة ترجمة نانسي قنقر هنفرد كمية كويسة ونحطها على الرخامة عشان ايه نبتدي نسويها طبعا احنا مش هندخلها الفرن هنسويها على التوصف ترجمة نانسي قنقر زي ما انتو شايفين كده هافرد واحدة تانية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا الجزء ده معليش يتمسح مني. جبت الطاصة وسخنتها من غير اي مادة دهنية. خالص. اي طاصة قديمة عندك زي الطاصة بتاعتي ديت. فانا حطتها وسخنتها واول ما سخنت حطت رغيف العيش. العجينة بيت بالشكل ده زي ما انتو شايفين كده اب معايا والعجينة الحمد لله نكحة وحلوة جدا. ما شاء الله ما شاء الله ومش قادرة وصف لكم جماله ورحته. بجد قلب بريحة الشقة وفي منتها الجمال. بصوا عامل ازاي؟ حلوة قوي. والله والله بجد بأمانة ما فيه احلى من ان انت تعملي حكتك في بيتك من صنع ديكي. عملت واحد تاني هوا بيقب معايا ما شاء الله العجينة رائعة. موسيقى 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 لو عندك بقى طاصة قديمة اي حاجة انا دي مخصصة للعيش الصراحة. بعملت بقى العيش. عشان الجراحت مني زي ما انتو شايفين كده. كده انا خلصت الحمد لله كمية العيش. ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده. دلوقتي بقى هفتح وهوره لكم عامل ازاي. منظروا من جوه ممكن تعملي منه صندوشات في منتهج جميل. بشك له عامل ازاي طحفة. والعجينة فوق الرائعة بجد الصراحة جميلة جدا. عملت ما شاء الله 13 غيف. انت لو حابة بقى تعملي كمية وتشليوم هيبقى حلو جدا. يارب يكون لنهاردة الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى اللايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا